قتلت الألغام الحوثية أكثر من ألف ومئة مدنياً وأصابت ألف واربعمائة وتسع وعشرين آخرين باعاقة دائمة بينهم نساء وأطفال محافظة تعز تصدرت قائمة المحافظات المتضررة من حيث عدد الوفيات اتعمدت ميليشيا الحوثي زراعة المناطق التي وصلت إليها بالمتفجرات والألغام بشكل عشوائي وسجلت الإحصائيات مقتل مئة وثمان وتسعين شخص تلتها محافظة الحديدة بمئة وسبع وعشرين حالة هذا ما كشفه التقرير والإحصاءات التي استعرضتها ندوة حقوقية نظمتها الرابطة الإنسانية للحقوق والشبكة اليمنية للحقوق والحريات في جونيف الندوة التي نظمت على همشن عقاد الدورة الحاد والخمسين المنعقدة بجامعة جونيف السويسرية وثقت في تقرير حديث أربعة آلاف وستمائة وإحدى وثلاثين حالة إضرار بشرية ومادية إثر الألغام التي زرعتها الميليشيات المدعومة من إيران خلال الفترة من يناير 2016 وحتى مارس 2022 والتي تنوعت بين قتل وإصابة وتفجير منشآت وتفخيخ مركبات في 15 محافظة المشاركون في الندوة طالبوا الأمم المتحدة بفتح تحقيق عجل وشفاف في الاستخدام الحوثي المفرط للألغام المضادة للأفراد في اليمن التي تزرعها الميليشيات في مختلف المحافظات والوفاء بمسؤولياتها تجاه ضحايا الألغام والمساهمة في دعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية الأضرار الناجمة عن استعمال الألغام البحرية لم تكن غائبة عن مضامين الندوة في الوقت الذي تتعمد الميليشيات الإرهابية زرعها في المياه الإقليمية وباتت تمثل تهديدا حقيقيا للملاحة الدولية في البحر الأحمر فضلا عن إعاقة حركة السفن التي تقدم المعونات الإنسانية الغذائية والطبية لليمن خصوصا وأن الميليشيات تزرع الألغام البرية والبحرية بشكل عشوائي ودون خرائط